بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للجميع. طبعا الواحد مروح مفكر حاله إجازة وخلصه بكرة الجمعة والحمد الله وبحضر البلاي ستيشن وأبصر شو وبيجيك خبر صادم. ليونيل ميسي مش راح يجدد. ما فكرتش قلت ممكن أحسن شي بهيك خبر بهيك يعني بصيبة بالنسبة لجماهير برشلونة. إنه نقعد نحكي مع بعض لايف أشوف تعليقاتكم ومن تعليقاتكم نبلش نحكي إن شاء الله. خلينا أوضح أول شي القضية ببساطة حتى اللحظة رغم بيان نادي برشلونة الموضوع مش معناه إنه ميسي طالع لحد اللحظة. نعم نسبة كبيرة صاد طالع. لكن في ريحة خلينا نسميها بالبيان نوع من الضغط على رابط الليقة على رابط الدور الإسباني على تيباس إنه لازم تكون مرن بمسألة سقف الرواتب. لأنه هاينا رحنا لميسي قلنا لو ننزل راتبك قال ما رح أنزل ببساطة. فهذه القضية حتى الآن ميسي في أسباب عديدة. أول سبب بيقوله إنه طلب مدافع وما جاء بوليانه هو كريستيان روميرو. أو أي مدافع آخر لأنه جميعنا منتفق إنه دفاع برشلونة. يعني إدفاع برشلونة السيئة واضح. أيضا المسألة المالية ميسي ينزل أصلا فصعب ينزل أكثر. نتكلم مش عن أحسن لعب بالعالم نتكلم ربما عن أحسن لعب في التاريخ فمش منطق يعني. والفلوس ما فيش إش يسمه بحب برشلونة يرى يلعب ببلاش. إحنا لو منحب شركاتنا بنطلب رواتب كويسة حتى لو منحبها. يعني هذا مش منطق. الآن القضية واضحة. ميسي عنده كان تشكك في المشروع. زاد من التوتر إنه أنتوا معكم مش تدفعوا لي راتب كويس. فأنا شو هالنادي اللي بدي أضل معه. طبعا في ناس عم بتقول لك يا عواد إحنا مخنوقين. في واحد تاني عم بحكي لي ضغط يوصل مئتين. أنا متفهم يعني أنا. لو أنا مشجع لبرشلونة اللي حصل إنه أنا تأملت إني أجدد. جدد. أنا قبل أربع ساعات قاعد بطبل للابورتا ويعبقر يا روبورتا وياللي مفيش مثلك يا روبورتا. وكل هالكلام. وفجأة بسي ما مش عم بجدد صدمة 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 صراحة. أضيعين جماهيد برشلونة جدا 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 جدا. واحد بقول أنت حزين؟ طبعا حزين لأنه إحنا عارفين وين ميسي رايح. يعني ما نضحكش عن بعض. أعتقد 99% ميسي إذا طلع من برشلونة رايح سان جيرمن. وميسي رايح سان جيرمن معناها مش حنشوف ميسي لبدور الأبطال. ما تقول لي حلحق ميسي وين مكان. حتلحق قدام نيس ورين وأبصر مين. زي ما قال يوما ما كانتونة لايمار. شو جاي تسوي هون؟ شو جاي تسوي هون؟ لكن أنا أعتقد حتى اللحظة. ميسي ما طلع. حتى اللحظة ميسي أقريب يطلع. لكن في ريح الضغط زي ما حكيت في البيان. أنا طبعا بيقرأ بالتعليقات اللي عندكم. يعني إذا في أي أسئلة. طبعا واضح جمهور برشلونة الله يعينه. يعني جمهور برشلونة. واضح جدا أنه محبط الكلام. يعني يا رب صبرك. هذا واحد بقول لي ميسي منتهي. يعني ما بعرف شو أنا بتحضر كرة قدم. أنا شخصيا صراحة. لأنه إذا انت شفت ميسي منتهي بعد كل اللي شفته منه. في مشكلة كبيرة. واحد بقول يعني ممكن تكون قصة ضغط. على تيباس. نعم هي على الأغلب قصة ضغط حتى اللحظة. لكن إذا ما صار شي رح يطلع اللاعب. ما رح على العب براتب جديد. كمان شاري مهمة. لازم ملهم لابورتا. مش بإيده. بارتوميو هو اللي وضع النادي بهذه المصيبة. بارتوميو هو اللي حرق الرواتب حرق في هذه المصيبة. وهو اللي ورّت. يعني فعلا لابورتا وورّت ميسي. الفرق لا تقف على لاعب. نعم 100%. الفرق لا تقف على لاعب. وممكن برشلونة بدون ميسي ينجح ويجيب ألقاب. لأنه برشلونة ميسي نقله لمستوى آخر تماما. ممكن. بس 100%. ما رح يكون عندك اللاعب اللي لما تلعب بشكل سيء يفوزك. وما رح يكون عندك اللاعب اللي لما تكون بيومك يفوزك. هذا هو ليونيلي ميسي. اببساطة. ممكن في خط رجعة. أنا برجع أقول نعم. في خط رجعة. أنا للعلم يعني بحكي معكم وعمل. مرحبا. طبعا خليل نسميها. هذا الجزء الثاني من البث المباشر. بتمنى الآن يكون الصوت تحسن. كان عندنا مشكلة صوت. اتمنى تكون تحسنت الآن ونحلت مع الجميع. يبدو كان في مشكلة بالأيربوتس. فإذا سمعين الصوت خلونا نبدأ ونكمل كلامنا. بتقدر تروحوا على الفيسبوك موجود. في الجزء الأول. اسمعوا الموضوع عشان نكمل. لأنا حكيناك كل القصة هناك. بمختصر الفيديو هناك. إنه حتى الآن ميسي أقرب للرحيل. لكن مش مؤكد الرحيل. رغم بيان نادي برشلونة. لأنه زي ما حكيت بيان نادي برشلونة. ما حكى. ما حمل ميسي المسؤولية. حمل شوي الموضوع للليقة. الآن الحمد لله لكل بحكي الصوت تمام. وشرحت فكرة إنه لو أنا مشجع لبرشلونة من عشر سنين أو اتنعشر سنة. حقيقي الجو غريب. جو مش موضوع. واحد بيقول طب ميسي السنة الماضية طلب يرحل. ليش انتم مصدمين. كلامه مبين منطقي في المهة واهل الأولى. لكن المشكلة إنه طلب يرحل عشان بارتوميو. وهاجم بارتوميو. ومع لابورتا اتفقوا. ووصلوا لاتفاق. لكن يبدو إنه صقف الرواتب هو المشكلة. وهذا الضغط الآن يعني خلينا نحكي إدارة برشلونة حاولت تعمل كل شي عندها. لا جريز من طلع. ولا أمتي تطلع. ولا كوتين يطلع. وهدول نتكلم عن بعض. يعني فيها 30 مليون رواتب كانت هتكفي يندفع مشكلة ميسي وتندفع رواتبه. فالمشكلة كلها الآن يعني مش بس مسألت روميرو. ربما روميرو السبب نكد عليه. لكن المشكلة أكبر بكثير إنه لا تشكيل ولا راتب لا. اعذروني. مش حضل. يعني بقول لك كل شيء. يعني حسب الآن. كل شيء تغير من أولها. حبيب محمد اللي بطلب مني أعيد لأنه هيصير مملو المشكلة. بدي أجمع الفيديوهين ليوتيوب وفيسبوك ولتويتر للناس. فبس روح أحضر الفيديو الأول. لو سمحت يا محمد. أعذرني يعني أحضر الفيديو الأول وكمل الثاني. عشان بدي أقطع. أنا بدي أدمج الفيديوهين على السريع بعدين أحطهم على اليوتيوب وللناس في إنستغرام والحسابات الثانية. فأتمنى تكون القصة واضحة. وبرجأ أقدر مرة ثانية مشاعر برشلونة. وزي ما قلت كنت مروح مبسوط بدي ألعب مصارعة على البلاي ستيشن خربوها علينا الله يسامحهم. ويبدو أنه يعني قصة هاي روميرو لوحدها ما نخليها المنطق. وما نخليها هي الأساس. طبعا توتنهام محتاج روميرو أكثر من برشلونة باللعلم. فبالتالي توتنهام رح يدفع أكثر. هيدفع أكثر راتب. وحيدمر لك لعب أساسي. هو اللي عنده مشكلة دفاع. وهو اللي طلع من عنده مدافع. برشلونة عنده مدافعين كثير مش عارف يخلص من نصهم. فبالتالي الموضوع كله الآن بإيد تيباس من جهة. بإيد إدارة برشلونة لو قدر تطلع أكمل لعبي بسرعة بكرة أو بعده أو خلال أسبوع خليل نحكي. أنا أعتقد ميسي شخصيا لن يوقع العقد إلا بنهاية شهر الثمانية. يعني ميسي مش هيروح أحد إلا لما يتأكد إنه يعني إلا لما يتأكد إنه فيش أمل يضل مع برشلونة. بسألني يا رائد بيقول لي طيب إحنا نسدق ولا ما نسدق؟ سدق وما تسدق. يعني سدق إنه فيه مشكلة بعقد ميسي. سدق إنه فيه مشكلة بتشجيل عقد ميسي. وسدق أيضا إنه فيه خيار آخر لميسي اللي هو على أغلب سان جيرمان. بس بنفس الوقت. ما تسدقش إنه مية في المية طلع ميسي لأنه بأي لحظة ممكن يتغير. يعني شو سقف الرواتب يحدد راتب ويعطوا اقترب بالسر؟ آه. أحمد بيقول طب ما يعطوا راتب بالسر. طبعا هاي الشغلة مستحيلة تصير بأوروبا. لأنه فيه ضرائب. وفيه فلوس تجاه حسابات البنكية. وبالتالي يمكن متابعتها. وبتذكروا قصة تهرب من الضرائب اللي صارت. فنتيجة وجود ضرائب عندهم. نتيجة وجود متابعة للحسابات البنكية. نتيجة إنه ممنوع يجيك مبلغ معين مادي إلا يعني بسانك بيكونوا شي يقدروا يعمل. هو أحمد بيقول لي حتنزل على اليوتيوب. بعون الله. بعون الله هتنزل على اليوتيوب. واحد بيقول لي هاي كلهم طبخينها مع بعض. ما لاش نروح كتير من دارية المؤامرة. أعتقد فيه مشكلة. بس المشكلة قابلة للحل. بس لحد الآن. المشكلة ممكن هذا إنه يطلع. امتى أفضل يمسي إذا خرر. الستي أفضل لمسي إذا خرر الرحيل طبعا. أفضل يروح لعب برميرلي. أفضل لعب مع دور ديولا. بس أعتقد الستي مع تركيز عهاري كين وهذا الكلام. يعني صعب تشوفوا يروحوا علينا المسي بهذه الفترة. معقول ترجح تصبط من جديد. فيه احتمال. مش قوي بس موجود. مسي لباريس وإنبابل ريال مدريد. إذا راح مسي على سان جيرمان. فعليا بصير صعب تشوف إمبابي عم يلعب بالفريق. صعب جدا. ولا العلم. بصير صعب تشوف إيكاردي باللعب بالفريق. تكتيكيا بنتكلم. يعني إيكاردي وإمبابي مع مسي إمبابي نايمار مش قادرة أتخيلها بتركب كورت القدم. إلا إذا كان المدرب أسطوري جدا يعني. يعني بس صعب جدا أعتقد بوكتينو يركب هذه الركبة. وأعتقد حيكون أقرب إحنا بنتكلم عن رحيل يعني إمبابي. بس وممكن بريس أن جيرمان يحب يجمع السوبر ستار الثلاثة موسم وبعدين يخلي إمبابي يرحل في يعني بعد ذلك. ممكن ضغط اللاعبي. ممكن ضغط على اللاعبين. الآن اللاعبين الثانيين نعم ربما يقبلوا الصفقة الآن. بس كمان خيال نفهم شغلة هذول البشر يعني. يعني أنا بيش أن نزل راتبا عشان تزيد راتبا عشان زميلك هذا أشطر منك بكثير وبنا نعطيه لعشرة بالمية ما حتقبل. المسألة فيها بشر. هذول بشر لازم تذكر إنه هذول بشر. واحد بيقول لي بحسك ضايج يعني زعلان. منكد معاني ما بشجع برشلونة يعني لكل بيشجع بس آه منكد لأني مش حابب تتغير هذا الموضوع. معاد بيسأني شو قصة ثقف الرواتب. إذا العلم أنا في فيديو كامل يعملته عنها في اليوتيوب إمكانك تروح تشوفه. بس هشرح لك ببساطة. في عام أول الفينات صار كل سنة في أربع خمس أندي اسباني ما بيتفعوش رواتب. وتصير شكاوي ومشاتر وقضايا. ووصلت إنه ملقة بلي ما ياخدش تقريبا راتبه سنة ونص. فطلعت فكرة إنه تعالوا يا شباب نعمل حركة جديدة. تعالوا نقول في نسبة مئوية من دخلك السنة وتاع السنة الماضية. بده يكون سقف رواتب السنة الجاي. فلو كان دخلك السنة الماضية ستمية مليون. مثلا إحنا منقول سقف الرواتب خمسين بالمئة خلينا نحكي. فبتدفع ثلاثمية مليون السنة الجاي. بس رواتب ممنوع يكون أكثر. وبشان هيك رابط الدور الإسباني بتملك عقود كل اللاعبين عشان تراجع رواتبهم. وما في تسامح كبير في مسألة إنك تجتاز سقف في الرواتب. شو نسبة البقاء؟ أنا يعني ما بعرف. لساتني بحكي نسبة البقاء أكثر من خمسين بالمئة. أكثر من خمسين بالمئة. نسبة بقاء ميسي حتى اللحظة أكثر من خمسين بالمئة. لعنما يوقع مع سان جيرمان أو يعني سان جيرمان كل شيء قابل يتغير. لأنه في حب يعني بين ميسي وبرشلونة في حب حقيقي. في تاريخ في إرث في عراقة في كل شيء بينهم. صعب جدا تشوف هالموضوع يسأل ويتخلص بسرعة. واحد بقول لي مين هذا روميرو اللي طلع اسمه فجأة. هذا مدافع تألق بالكوب أمريكا. مدافع كان يوفينتوس ما أخده. ودى لأطلنطا. تألق اللاعب. مدافع قدم بطولة كويسة. أرجنتيني جنسية. بيبدو بيلعب كرة خدمة ممتازة. يعني حديثة شوي. واحد بقول لي كنت قبل شوي متفائل. آه والله يعني بقولهم. بني قلت كنت أحكي للناس إنه طبلنا وحكينا للزلمة وبعدين نطلع كنت شي على بورتا وطلع ع راسنا. فواحد بقول لي مين انت محمد عواد. خروج مجاني طبعا خروج مجاني لأنه عقد انتهى. واحد بقولنا هاي قصة كورساني اللي بتنتهي كل عقد. استنوا شوي خلينا نشوف. ممكن تكون مؤامرة من بيريز؟ لا أبدا. لا يعني ما له علاقة بيريز ما بدا. بيريز حيتضرر. الخروج ميسي من برشلونة بيدور بيريز. بيدور الدور الإسباني. بيدور دخل الدور الإسباني. بيدور حقوق البثل. يعني مدريب نفسها. أعلنوا إنه خلص. عادي جدا. عادي جدا يعني ما هو زمان أعلن إنه طالع ورضال السنة. عادي جدا. بسرعة خسارة كبيرة لإسبانيا مش بس الدور الإسباني لا الدولة نفسها إسبانيا. من حيث السياحة الآن الجمهور عم بيرجع. كانت حتكون ضربة كويسة لهم. فطلع الأمور يعني عكسها. معقول يعتزل. مستحيل. في كأس عالم. رأيك لو راع على تشيلسي. ميسي على تشيلسي. بيرعب كثير ممتاز هناك. خصوصا بيرعب بدون مهاجم بالفترة الأخيرة. بس طبعا ما نسمع تشيلسي بروعه لوكاكو. بتعرف إنه صعب يروع ميسي. و بس يعني. ليش التسرع بالإعلان. ليش تسرعوا بالإعلان. أعتقد الهدف الأساسي ووضع بالضغط على الجميع. على اللاعبين الذين يترددوا يطلعوا. على الرابط الدور الإسباني. وعلى ميسي نفسه. يعني اللابورتا شوي أقسى من بارتوميو. محمد عواد. أنا من قريبك من سوريا. ولو هادس محمد عواد زي. أهلا وسهلا يا محمد عواد. نتشرف. فخلونا نشوف شو بيضو ستحدث. أنا حورت بالخزينة النادي. بساعد حل. محدش بقدر يساعد براتب ميسي. أكثر من 50% والنادي أصدر بيان رسمي. آآ. أكثر من 50% والنادي أصدر بيان رسمي. لأنه النادي عم بيتصرف الآن بطريقة. أنه ينقل المشكلة غيره. نقلها لاتيباس. نقلها رابط الدور الإسباني. أنتو بتحكم تكم تعملوا عقد مع سيفي سي وتنقضوا الدور الإسباني. أنتو دمرتوا الدور الإسباني. بخروج ميسي. وقبل فترة كنتو تحكموا رونالدو ما أثرش. وكلنا منعرف إنو خروج رونالدو أثر. هما بالكم لما يخرج رونالدو وميسي مع بعض. واحد بقول لي برشلونة هي من صنعت برشلونة. ميسي. هذه قصة كثير معقدة. هاي سي الجاج والبيضة. مين إجا أول. حنظمنا مليون سنة. وما نحل هذه المشكلة. ممكن يونايت يتعاقد مع ميسي. خلينا أفكر ميسي سيفيد أي فريق. بس يونايتد. أعتقد إذا بيجيب ميسي سيكون في عقل وحسابات تجارية. بس صعب صعب هلا. يعني يونايتد صعب يفكر الآن بميسي هو جاي بسانشو. يعني ما يتكلمش عن بقارن شنو سانشو زي ميسي. بس قصدي ما إنو عم بيستثمر في خطوط معينة. ربما إنو لأ يعني بيفكر بلعبين أصغر بالعمر شوي. وما بديو يدخل بمشكلة رواتب عالية كمان. لكل بداية نهاية لازم نتقبل الأمر. كلام جميل من أخونا محمد بابو زيد. ممكن البقاء. نعم ممكن البقاء. من يتحمل المسؤولية ببرتوميو. برتوميو اللي رفع عجور برشلونة بالهبل. خلى رواتب عالي جدا. وصل لموضوع فوق السقف بكثير. برتوميو اللي خلى مدينية برشلونة عالية. والمدينية تأكل من سقف الرواتب للعلم زي ما شرحت بالفيديو اللي على اليوتيوب في الماضي. أعتقد إنو برشلونة مشروعه سيتوقف لسنوات. عزيز شوف أول ما الفلوس ترجع طبيعية. أول ما يرجع الجمهور والدخل طبيعي مع وجود أليماني ولا بورتا. أعتقد كل شيء سيمشي طبيعي. تفضل اللي حد يقول لي بدي أسأل سؤال. تفضلوا عطول اسألوا لو سمحتوا. وأنا بأخذ السؤال من عندكم. خلينا نحكي معنا ثلاث دقائق وبننهي البث المباشر. واحد بيقول لي كنت أبعث لك كثير أبو مشاري على الفيسبوك وبعد طلت ترد. فعلا لأنه في البدايات الحمد لله الواحد يعني كان عدد المسجات قليل. لكن بعد ذلك صار العدد مستحيص. لو وصلني فوق العشر تلاف رسالة للعلم بالأسبوع الحمد لله رب العالمين يعني. فما عدت قادر أنا أجاوب. بس اللي أنا عامله إنو فيه ناس تقرأ الرسائل بتعطيني ملخص الأسل اللي بتوصلني وبحاول أرد عليها للناس عبر البوستات كاملة. ممكن نروح لمدريد؟ لا مستحيل طبعا. الستي في شوية معلومات بتقول لا. في شوية معلومات بتقول لا. مش الستي. في شوية معلومات بتحكي لها عند كثير ناس. بالضبط واحد بيقول ليس محمد أي شيء أي حدا بفكر بالمنطق بقاء ميسي منقض لبرشلونا مش مضر. هذا طبعا. طبعا. واحد بيقول لي الخمسين بالمية تبعتك بتخوف طبعا لازم تخاخ. حتى ما نرجع ننصدم يعني زي ما حكيت للناس قبل ساعتين كنا نطبل للا بورتا وطلع كوتش عرسنا. ممكن يمشي الريال. لا طبعا. المصلحة برشا خروج ميسي لانو الريال بيعاني بقدر يبني الفريق. يعني واحد بيقول لو طلع ميسي بفارق الرواتب بقدر يبني الفريق. اعتقد الجو العام حيكون سلبي للغاية وحيضيع الصيف تماما على برشلونا. لو خرج ميسي ما حيفكره بتركيز ما رح يبنوه صح. توتر حيكون كبير الحزن حيكون مسيطرة على الأجواء. والناس حتحس بأي مباراة بيخسرها برشلونا. ممكن برشلونا كان يخسر عادي مع ميسي يعني مش فريق ما بيخسر. بس لو اي مباراة يخسرها برشلونا حيصلوا لو كان ميسي موجود. طبعا باريس هو الأقرب زي ما الناس عم بتتعلم. يا ريت الجبلنا اخر الأخبار مصادر موثوقة. انا ان شاء الله يعني شغلت على كل صحفيين كتالونيا واسبانيا. عم بشوفهم بربط معهم. وبسأل حتى بعض الأصدقاء في مدريد وبرشلونا. والخبر اللي بحسه كويس باخده لكم اياه على الصفحات دايما. اول باول. ان شاء الله اليوم يعني حنتطر نسهر. ونكمل مع بعض. انا ميشي جوارديوه لأحسن لمح لبقاء ميسي. الكل تكلم انه ميسي يضل خلاص انتهى الموضوع. يعني احنا اعتقدنا انه ميسي يضل. وفعليا خلين نوضح ميسي وقع مع برشلونا. بس عقد ميسي ما كان راح ينقبل بالليجة عشان مشكلة صقف الرواتف. فبالتالي كان لازم ينزل. ممكن يذهب لليوفي. انا بشجع اليوفي باتمنى. بس ما اعتقدش اليوفي حيقدر يدفع راتبه حاليا. يعني ممكن يقول انه قضاء العطلة مع سواريز هو مؤشر لأتلتكو. لا طبعا لانه سواريز وميسي هم اصدقاء جدا. واعتقدش ميسي حيروح على اتلتكو لانه اتلتكو عنده مشكلة تسقف راتب ايضا يعني للعلم. مش بس ميسي. ممكن نروح لبربول وتكون الساعقة. عندي انجليزية ما اظنيت انها هتحرك لليونيل ميسي لانها عندها حساباتها الكبيرة واحد بقولي ان شاء الله تكون كتبة ابريل. بس شو هالابريل هاده اللي بشهر اغسطس. ذكرتني انت الصبح وانا بقرأ عن اخبار انه احتمال ميسي فعلا يكون فيه صدمة. اول شي روحت شفت التاريخ لانه فيه تاريخ عندهم باسبانيا ثمانية وعشرين ديسمبر. بشبه كتبة ابريل. فروحت اتأكد قبل ما ابلش افكر. فس الامور مشت يعني طلعت كما يبدو يبدو انها الخبر حتى الان حقيقي. علاقة بتوقيع انبابي خلونا نحكي سان جيرمان بقدر يفاجأ. عند سان جيرمان مرونة مالية كبيرة. ومش هزعل يعني او مش هقدر احكي ان انبابي اول ما يشوف ميسي هيطلعوه. ومش هيطلع ببلاش. ممكن الانتر. ممكن الانتر. بس الانتر حيبيع اربع لاعبين عشان يجي يدفع راتب ميسي بسراحة. بس يعني ممكن يراهن الانتر على القيم الاقتصادية والترويجية والتسويقية تاعت ميسي في الصين مبدئيا. وتنقل نقلة اقتصادية. بيقولك بلعب سنتين وبعدين. بنتفاهم. ميونيخ ان شاء الله من 2012 اذكر ان كتبت مقال اول 2013 انه هذه الصفقة اللي بتحلم فيها اديدس. ميونيخ اهم ممثل اديدس تاريخي شريك استراتيجي تاريخي. وميسي تحطهم مع بعض. بالنسبة لهم تبدو الصفقة الاعظم لا اديدس. ممكن هي ضغط على الليجة حكيت نعم. احساسي احساسي بيقول انه واحد بسأني اخر سؤال وهذا خلو اخر سؤال. احساسي بيقول زي ما حكيت. اذا الرابط الدور الاسباني فكرت بشوية عقل بتعمل استثناء بسيط او مش بتعمل استثناء. بتعطي برشلونة وقت يعني عشان يحل مشكلته. بتسجل ميسي وبتعطي برشلونة وقت. بتقوله معك شهر معك شهر ونصف معك شهرين. وبعدين بتحل مشكلتك هذي تاعت سقف الرواتب. واعتقد حيقدروا يحلوها. على المدى الطوي. بنوصل هون لهذا الفيديو. كنت معكم انا محمد عواد. ودائما بطلب منكم تساعدوني بتكبير قناة اليوتيوب والاشتراك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة